سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا عزرا على التأخير في الهوى النهاردة إنما كان لأسف الشديد يعني عندي حالة وفاة في العيلة فكان لابد يعني من الحضور وكان لابد من التواجد فربنا سبحانه وتعالى يعني يتولينا كلنا برحمته وأنا يعيش كده على السوشل ميديا لقيت حالة من الجدل الكبير قوي معمولة حالة من الجدل الكبير قوي معمولة على محمد صلاح ده فيه بباك كده قاعد كده بفرر في السوشل ميديا وبشوف الدنيا فيها إيه لقيت الدنيا هيجة وحالة من الجدل الكبير قوي على محمد صلاح وتصريحات محمد صلاح وكلام محمد صلاح مع عمر أديب وابا وإلى آخر لما جيت بصيت في التصريحات كده لقيت يعني التصريحات عادية يعني ما فيهاش حاجة يعني فرقعة ما فيهاش حاجة تخلي الناس في حالة الانقسام والجدل دي يعني مثلا التصريح بتاع الخامة عادي التصريح بتاع المطش الأهلي والزمالك برضو عادي يعني الزمالكوية قالوه قبل محمد صلاح يقوله فيه تصريحات يعني أقوى من كده أقوى من كده بكتير جدا 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 ممكن يتعمل عليها حالة اللغة إنما أنا لما جيت فكرت كده وقلت يعني هو الناس وحالة الانقسام اللي موجودة دي تليه ظهرت لي فجأة كده حاجة في دماغي قلت بس أنا مش هطلع خميسة رجبه هو بيقولي المفروض يحرم الخمر يعني المفروض يحرم الخمر ده ده وجهة نظر خميس طب ما هو هو نفس الشخص ده هو هو هرد على خميس جدا بس اللهم صلى وسلم وزيد وبرك على سيدنا ورسول الله لما جيت فكرت يعني في تصريحاته والكلام بتاعه لقيت إن بقول لكم زهر لي حاجة في دماغي كده قلت أنا مش هطلع أناقش التصريحات لأ أنا هطلع أناقش محمد صلاح نفسه لأن الناس لازم تعرف إن محمد صلاح اتغير اتغير محمد صلاح لما بقول اتغير ما اتغيرش كبني آدم لا هو اتغير كفكر كمنتاليتي كطريقة تفكير كطريقة كلام كطريقة تعبير تمام فمحمد صلاح يا جماعة انتقل من مرحلة الهواة بتاعتنا هنا في مصر والعاطفة بتاعتنا هنا في مصر لمنطقة تانية خالص محترفة في كل حاجة محترف في كلامه محترف في تفكيره الكلام كله إيجابي يعني هتلاقي محمد صلاح بيتكلم زي ما الجماعة برا بيتكلموا في تصيحاتهم بالزبط ما بيتكلمش زينا هنا دلوقتي لا خلاص تمام كلامه كله إيجابي هو ما بيهاجمش حد وما بيخسرش حد خلي بالكم ارجع كده لكل التصيحات هتلاقي كلها جمل إيجابية يعني الجملة اللي بيقولها إيجابية زي إيه بص يا سيد مصر على سبيل إيه المثال يعني وليس الإيه وليس الحص أنا وسدي ومان إيه زملة وعلاقتنا زملة هو وضع طبيعي إن إحنا نتنافس تمام يعني رغم إن هما الاتنين يعني بيولعوا فعض في الملعب كممكن يطلع يقطع وممكن يطلع يهربد وكممكن يطلع يكاموا فلدوا بقى هنا في مصر ومع عمر أديب وبتاعه الناس هتتقبل منه أي حاجة يعني تمام بيقول لك مية في المية أريد الحصول على القرى الزهبية أو جائزة زبست ده مية في المية أنا عاوز كده أنا عارف أعرف أنني سأفوز بأي منهم في وقت لاحق لست قلقا شوفوا السقة اللي هو خلي بالكم دي رسائل كلها للناس ورسالة له هو شخصيا أهم تصيح قاله في ذهني أنا أفضل لاعب في العالم ده أهم تصيح قاله في ذهني اللي هو في ذهني محمد صلاح أنه هو أفضل لاعب في العالم فاللي أنا عاوز أوصله للناس أنه محمد صلاح لو فضل يفكر بطريقتنا ولو فضل يتعامل بأسلوبنا اللي هو تفكير وإسلوب إيه هو عمر مكان هيوصل النهاردة أنه أحسن لاعب في العالم يا جماعة أحسن لاعب في العالم نصي كرة القدم أنتو أنتو متخيلين الأملة اللي إحنا فيها إحنا في أملة واللي مش شايف إن إحنا في أملة بقوله لأ بصوا إحنا في أملة إحنا في أملة محدش فينا كان ممكن يحلم بيها أنا راجل بتاع كرة أنا راجل كنت لعيب كرة أنا راجل كنت لعيب كرة راجل كنت مداري بكرة وفي الوقت اللي محمد صلاح كان في المنتخب كنت أنا ماسك منتخب يعني في نفس التوقيت اللي ضي السيد ماسك فيه المنتخب بتاع محمد صلاح كنت أنا محمد عمر مسكين آآ منتخب آخر بتاع النشئين فاللي انا عاوز اوصله لحضراتك ان لابد ان انت تعرف احنا نوع بقى نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم بيفكر ازاي نتعلم بيتكلم ازاي نتعلم محمد نصره بيقولك احنا بنحبه كلعب النموة شخصية بتتكلم لا 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 غير ما انا بقول لحضراتك الجاب هنا هيبقى كبير قوي ما بيننا احنا بطريقة تفكيرنا وما بينه هو بطريقة تفكيره محمد صلاح في منطقة تانية في منطقة تانية اس ام بيقول لي خليك معايا والنبي بعد ما خلص البتاع ده سام خليك في السؤال ده مهمة اوي اوي انا عاوز اجاوب عليه وعاوز اتكلم فيه مع الناس فخليك معايا وسألوني بفضلك بس بعد ما خلص المجموعة اللي احنا بنتكلم فيها في حد بقى محترم كان موجود معايا بيقول لي ايه مفروض يحرم الخمرة ماشي ده 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 التصريح اللي انت عاوش تسمعه طب يعني هو ما حرمش الخمرة بس سألك انا ما بفكرش ان انا اشربها لانها مش موضوع مهم ومش موضوع كبير او ايه وتطريد تعبير هو ما هو هو نفس الشخص ده تمام اه اللي بيسجد لله بيسجد لله في كل ملاعب انجلترا لانه بيحرز هدف في كل ملاعب انجلترا ففي كل بقعة موجودة في الارض في انجلترا هو بيسجد لله فيها الاماكن دي شاهد عليه والعالم كله شاهد عليه ودي اكبر دعوة للاسلام ماشي اهو محمد بيقول لي رضي دبلوماسي عشان عايش هناك لا هو مش رضي دبلوماسي عشان عايش هناك لانه بيسجد هناك هو هو نفس الشخص وهو هو نفس الشخص اللي طلع مراته المحجبة تستلم جايزة قدام العالم كله فرسالة عن الوجه الاخر لمعاملة المرأة في الاسلام محجبة واكراما وتكريما ليها لمتبرجة ولا محزقة ولا ملزقة ولا ملت ولا كتاف ولا مش عارف ايه ولا الكلام الفاضي ده كله اوكي ولا مش اوكي فيعني اه انا بقول يعني مش عاوزين نزهق محمد صراح مننا يعني مش عاوزين نزهقه يعني وندمه يعني يعني الكمية الخير اللي بيعملها بفلده لا تتخيلوها عاملة ازاي وطبعا كلها مخفية لا بيطلع ولا بيعلن ولا 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 الكلام بكله فمحمد صراح يا جماعة يبقى ما فيش مشكلة انه حرم الخرم هو مش شيخ عشان يحرم ولا ما يحرمش هو راجل بيقدي شغله بيقدي عمله شكرا